موعدنا مكافي معكم بقول صباح الخير مجدداً لكل الأشخاص اللي نضموا لقلنا عبر شاشة مريم تيفي وعبر بروغرام أون تايم على الموعد بعبارات كتير عن الإنسانية يلي هي منهج الحياة هي الرحمة وتقديم العون وفضلاً عن معاملة الإنسان بنبل وإنسانية دون النظر لانتماءهم أو معتقاداتهم أكيد اليوم بهالفقرة المميزة بصرنا استقبل ربيع أبو جودة مؤسس عيادة ماريوسف الطبية بدير الحرف وأمين صر لجنة وقف مارجرجوس المارونة بدير الحرف وناشط اجتماعي اليوم أنا نحكي عن معرض دير الحرف من الجبل إلى الساحل بالحديقة العامة لبلدة جل ديب برحب فيك ربيع وأهلا وسهلا فيك بمريام تيفي بسي لقلكون أول شي اشتقنا لك نحنا كمين برحب فيك وطبعاً مثل ما قلنا بالمؤدي ما حضرتك من مؤسسي مستوصف بدير الحرف يلي هو مستوصف دير الحرف واليوم العيادة الطبية تبع ماريوسف بدير الحرف ومعاً لدير الحرف أنتو منظمين معرض كتير مهم يلي هو عنوانه من الجبل للساحل هالشي رح يكون ليوم واحد مثل معرفة إذا بتخبرنا أكتر عنو ربيع شو رح يصير بهيدا المعرض وهيك كيف نزلته هالاسم الحلو كمان من الجبل للساحل خبرنا شوي عنو أكتر بدايةً أول شي بشكركم أهلا وسهلا ماريام تيفيو الوان تايم عاستقبالكم لقلنا دايماً هون وهذا الشي شرف لقلنا أهلا وسهلا بيتك التالي نحنا من ضمن مهرجاناتنا اللي منعملها كل سنة وضمن مهرجانات الـ 2023 تبع دير الحرف آآ فيه هيكي عملنا قررت العيادة الطبية ومعنا دير الحرف تعمل شي لتكبر نشاطها وتنزل من الجبل نعم ومن ضمن نشاطات قررنا نعمل معرض بجل الديب جل الديب آآ هي أصلاً نحنا في علاقة تاريخية بين جل الديب ودير الحرف العيلة بات أبو جودي نعم موجودين كمان صح في علاقة تاريخية هذا هو السبب من الجبل إلى الساحل نعم معرضنا بجل الديب رح يكون لأيوم واحد رح يكون بكذا أصم لكذا جناح رح يكون فيه إشياء حرفية رح يكون فيه إشياء أشغال يدوية من الأش للخشب للإزاز نعم رح يكون فيه المونة الجبلية من الجبل إلى الساحل حالو رح ننزل المونة الجبلية معنا رح ننزل الأكل والألعاب والقصص هاي دي يعني بنحسسهم بطابع الجبلة نعم ضمن جل الديب اللي هي مدينة بالنتيجة جل الديب مدينة كبيرة يعني قدي حلو هيك تنقلوا كل العادات الحلوة بالجبل اللي كلنا منحبها طبعا عن جد أنا من الأشخاص اللي كتير بحب عادات الجبل ما بحب كتير المدينة قدي حلو كمان تنقلوا هالتراث اللي دايما بيحملون أماتنا ستاتنا وبياتنا تنقلوه على المدينة وخاصة بجل الديب متل ما قلت إنه فيه علاقة تاريخية بالنسبة للعيلة أدي حسين هيك بفرح إنه رح تنقلو هالأجواء كلها للمدينة الفرح حسينه بجل الديب أكتر من عندنا كمان مبسوطين فينا ونطريننا خاصة البلدية اللي هي عم تتعاون معنا يعني لآخر لآخر درجة عم تكون متعاونة معنا بكل شي ما عم تتركنا مبسوطين بهالموضوع وحسين حالهم من بعد هالأزم اللي صار لها 3-4 سنين حسين حالهم إنه عم نعمل شي جديد كتير حلو هيك عم يتنفسوا شي حلو جديد هوا جديد بالنتيجة بالنتيجة يعني السمود بهيدا الوطن فيه له كذا 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 أساس من أساساته هي الحكمة نعم الطبابة يعني العلم وأنا برأيي رفاهية ببعض الأماكن يعني في محلات بدنا نكون نحنا عم نرفع عن حالنا لقدر نستمر ونصمد نعم بظل هالأزمة الكبيرة بظل الظروف نعم هالظروف الصعبة أكيد ومنعرف ربيع حضرتك قدية ناشط اجتماعي وبتشتغل 24 على 24 بدار الحرف بخدمة المواطنين وطبعا هالاسم العريق كمان اللي صار بدار الحرف هالمستوصفي اللي بتقدمه خدمات طبية مجانية وعن جد يعني هالشغل الإنساني اللي دايما قدمه يحكي الواحد ويشكر التاني بيكون قليل بحقه نعرف ادي حضرتك كمان إنساني لدرجة كتير كبيرة واليوم هالمعرض كلنا محمسين لإله طبعا بدك تخبرنا أكتر تفاصيل أي متى رح يكون من أياسة على أياسة ووين المكان بالتحديد رح يكون المعرض رح يكون بـ 30 نيسان نهار أحد رح يبلش من العشرة ونص الصباح رح يستمر للساعة 12 بالليل هو لنهار واحد بالجاردان بيبليك طبع البلدية الحديقة العامة طبع بلدية جل الديب بنص السوق يعني بيكون حد كنيسة مرتقلة هالمعرض في إله أهداف كتير كبيرة الأهداف اللي ما نسألك عنا أكيد شو أهدافه؟ أهدافه كتير كبيرة أهدافه أهدافه بالنتيجة إحنا ما في شي ما عنا مقومات نستمر فيها بإعطاء الأدوية والخدمات الطبية بدون ما يكون عنا شي نقدر نطلع منه مردود المساعدات المالية عم تكون كتير خفيفة بها الأيام عم نتكل على الاكتفاء الزاتي نعم عم نعمل معارض هيدا مش أول معارض نعمله حلو صرنا عاملين أربع معارض هيدا الخامس ومستمر هلأ محضر لتنين غيروا كمان نعم المعرض هو اللي عم بيخلينا نستمر ونوقف ع إجرينا نحنا عنا حملات طبية عم نعملها مش بس بدير الحرف بالمحيط حتى نازل على جل الديب أعمل حملة طبية بجل الديب نعم محضر لحملة طبية طلبوا مني أعملها بجل الديب يعني من ضمن حملاتي نعم عم نجرب قد ما فينا ننتشر ونوسع شوية 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 حتى نقدر نطاق أوسع نطاق أوسع وشو فينا نخدم العالم عم نخدم أكيد ما في شك بهيدا الموضوع اليوم ربيع سؤال بينسأل هل الأشخاص اللي رح يكونوا بالمعرض بجل الديب هل في ناس تشتريك يعني يمكن تاخد كيوسك معين تبيع منتوجات يعود رايعة لدار الحرف لإلكون لأكيد نشاطات المستوصف كيف بيتم الموضوع يعني هل الكيوسكات كلها خلص انحجزت ولا في حدا بيقدر ياخد يبيع شيء يكون مردوده لإلكم لا نحنا تركين بعض الكيوسكات بعد ما سكرنا كل شيء بالمبدأ يعني ثلاثة رباع المعرض صار جاهز عنا جزء كتير صغير بعض قدرين نعطي كم خيمة بعض بالمبدأ ما تركن لآخر شيء هولي لأنه بيجي حدا جديد يمكن حتى لأولاد المنطق أنا بدي يشتركوا ما بدي كلنا نكون نزلين من الجبل بدي حب أنه هني كمان يشتركوا يشتركوا هيدا الإحساس حلو يعني الشعور نعم أكيد تارك كم ستاند أنا بتاركون احتياط والمحل كتير كبير جنيني 6000 متر بتساعد تير حديقة العامة أدي حلو رح يكون هيك فيه إداس في شيء قبله ولا بس رح يكون هيدا نهار من ابتداء من ساعة عشرة للتناش بالليل نحنا طرمناها من بعد الإداس من بعد الإداس أكيد تكون مباركة لعشرة ونص بيكونوا عنا نعم نسقنا مع الرعية كمان نعم وبعد الإداديس دغري ما في محل نعمل إداس بجنيني نعم لأ أخذنا من بعد الإداس هيك بتكون كمان من بعد الإداس بيتوجهوا العالم لعنا نعم مباركة أكيد شو هنم شريعك هيك المستقبلية ربيعية اللي دايما ما بتتوقف طبعا يعني عطول نستقبلك بيكون في شيء جديد وبهيدا نهار بتكون عم تحضر لشيء تاني كمان حملية الطبية نعم هيدا ما بتوقف عندي عندي هلأ بالتلاتة وعشرين كل شهر عندي حملة كل شهر بضائعة نعم أو ديما عدد اللي بنعملون عنا بالعيادة الطبية شو بتقدموا فيهم شو هي الحملة هل هي مثلا للضغط للسكرة كيف بتكون نحن عنا مختبر بنعمل فحصات دم بنقدم نحن خمسين بالمية من عنا المختبر بيغطي نحن من غطي خمسين بالمية وخمسين بالمية التاني بيدفعها العالم للمختبر نعم عنا فحصات عيون مع حكم عيون كمان بنقدم خسم كبير للعوينات عنا الباقة الحكمة كلها بلاش من السكرة للضغط للحكمة الصحة العامة للأطفال الدايتشن كل هؤلاء الأمور يعني بلاش كلهم موجودين بلاش ومحصورين لمنطق الدار الحرف ولا فيه أشخاص يجوا من برات المنطقة أكيد مش محصورين عم بنزل مزول كمان عجلة دي بنازل أعمل حملة نعم حتى بنوزح حليب بنوزح حفظات للأولاد كل الأدوية اللي بنوزها مجانا طب ربيع اليوم لا تقدروا تستمروا طبعا الأياد البيضة ما بتختفي بالحياة ولكن الظروف الصعبية اللي عم نمرق فيها بلبنان يعني يمكن خففت شوي من هالأيادة اللي عم بتساعد اليوم كيف يونس الناس يساعدوكم إذا بدون يتواصلوا معكم حدا حب أكيد يدعمكم يمكن بأدوية بحفظات بحليب بمصاري لا تقدروا تستمروا لأنه هالخدمة الإنسانية طبعا بده مردود دايما لا تقدروا تستمروا بالعطاء طبعكم لأنه عم تشتغلوا أنتوا بدون أي مقابل لخدمة هالمرضة خدمة الناس هيدا عمل جباري كتير كيف يونس يتواصلوا معكم نحن عنا رقم عم نتواصل فيه مع العالم اللي بيحبوا يتبرعو بيحكونا على 7-6-16-22-83 هيدا الرقم معي وفيه رقم التاني 7-6-118-279 هوده الرقمين هني سابتين لقلنا واللي بيحب يجي يشوف كمان ويتبرع بأدوية بحليب العيادة بيقل بدار ماريوسف دوليون بدار الحرف كل شي رايح أداسة معنا صحيح فعلا صحيح ونحن بنعرف أكيد أتي مصدقية تكون كتير كبيرة ودايما الأشخاص تنعرف من وجوهها يعني ومن الأعمال اللي بتقدمها أنتوا من الأشخاص اللي دايما عم تدفانوا لخدمة المريض ولا خدمة المواطن هيك إذا بدنا سريعا نقول شو رسالتك للمشاهدين ربيع شو بتحب تقلهم؟ خاصة نحن بزمن الصوم وأكيد ربنا على عيد القيامة يعني أهم شي نحب بعضنا ما حدا ما حدا مننا يعني اليوم نحنا بزرف كتير صعب إذا كنا عم نشتغل بدون نفس حلوة بدون نفسية حلوة نحنا مرح فينا نكمل نحنا بلشنا بالعيادة سبع أشخاص اليوم صرنا 45 شخص حلو لو ما نحنا مقتنعين وعم نشتغل بضمير ما كنا وصلنا لهون وعم نساعد كل إنسان طبعا يلي بدي ساعد بيساعد كل العالم ما بيصنف ما بيصنف حدا مية بالمية نعم بشكروا لكل عنا ما بدي أقلهم شي أنا بشكرهم وفي كتير ناس في أيادة بايدة كتير عم تساعدنا طبعا يمكن لو ما هيك ما استمرين لحد هلأ أكيد بس نحنا كمان ما نشكرك بدورنا ربيع أبو جودة مؤسس عيادة ماريوسف طبية دار الحرف وأمين صر اللجنة توقف مار جوجوس الماروني بدار الحرف وطبعا ناشط اجتماعي نحنا ما نشكرك لسببين أول سبب لأنه حضرتك معنا موجود اليوم بماريام تيفي والسبب الثاني ما أنا نشكرك لأنه أنت نعمة بحيات كتار من المواطنين اليوم عم تعطيهم إيدك وعم تعطيهم كل الإشياء اللي هن بيحاجة لقلهم اللي هن صحتهم واللي هي أولوية بحياتهم بدون أي مقابل وبعرف دايماً الخدمة الإنسانية قد بتطلب وقت وجهد وميديات كمانا ويمكن أنا أكيد أنه أنتوا أوقات من جيابكم عم تحطوا مصاري لحتى تقدروا تأمنوا للمواطن أكيد كل الأصص الطبية يلي هو بحاجة لقلها نحن مانا نشكرك أكيد ومانا نتمنى لك كل النجاح والتقلق وإن شاء الله قريباً كمانا بنشوفك بالمهرجين بجل الديب ومنتمنى لكم كل التوفيق لإلكم ولا بلدة جل الديب ونحن بدورنا بنشكريك ونشكر الماريام تيفي أهلا وسهلا ونطرينكم بجل الديب أكيد إلنا الشرف شكراً لإلك أهلا وسهلا فيك مشاهدينا موعدنا مكافة معكم رح نتوقف مع بريك صغير وانتورونا رجعين اشتركوا في القناة